سبحانك الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقتنا هذه نتكلم عن القلب وهو الجارحة أو العضو الهام في حياة الإنسان وموقعه من بناء الشخصية المسلمة قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن في ذلك لذكرى لمن كان له كلب أو ألقى السمع هو شهيد هذا العضو الذي خلقه الله في الإنسان وأطلق عليه سلطان الجوارح وخصص في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد باعتبارهما الأصلان الذي نجد فيهما معالجة كل شيء للحياة خصهما بكلام عظيم وبتوجيه هام فلما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب إذن هذا القلب كما أن له وظيفة مادية ظاهرة وهي ضخ الدم واستقبال الدم مثلا الفاسد أو غير ذلك معروف في العملية المألوفة فإنه أيضا له جانب المعنوي يخصنا هذا الجانب المعنوي في قضية الأخلاق فالله سبحانه وتعالى لما بنى هذا الهيكل الإنساني جعل جزءا من حياة هذا المخلوق مبنية على معرفة ظاهر الجسم من جذع وأطراف ورأس وجزء مبني على الدراسة الباطنة لهذا الجسم وهي ما يتعلق بكمال الوعي وكمال المدركات والوجدان والعاطفة وما إلى ذلك فجعل الله سبحانه وتعالى مركز الاستقبال للمسؤوليات هو الكل ولهذا نجد أن القرآن في أكثر من موقع يخاطب هذا الكل ويتحدث مع هذا العضو الهام في حياة الإنسان بل حتى القرآن كان نزله على كلبك أي أن جبريل عليه السلام كان يتجلى على كلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكلمة التجلي أي كمال العطاء وكمال الفيض إذن في ديننا الإسلامي صار القلب له موقع هام في ضبط جوارح كلها والموقع الهام يشار به إلى ضرورة الاهتمام بتربية هذا القلب بتوجيه هذا القلب باحتضان هذه العاطفة الموجودة في القلب وحسن توجيهها إلى مراد الله ولهذا يأتي القرآن كأول عامل من عوامل توجيه القلوب إلى مراد الله في الحياة تأتي أيضا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر لأجل توجد هذا التوازن في هداية هذا القلب إلى مولاه إلى ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من سر فعلى سبيل المثال هناك مثل دائما شايع لما نرى الآن في حياة الشعوب مثل دائما يدور في حياة الناس يقولون العقل السليم في الجسم السليم وبالطبع هذه شائعة وظاهرة في حياة الشعوب يقولون العقل السليم في الجسم السليم وصارت هذه اللفظة مثال رجال الرياضة للشباب المصارع والملاكمة بل صارت مبدأ من مبادئ بناء الأجيال أن تقول العقل السليم في الجسم السليم عندما نضع هذه العبارة على كف المحاسبة الشرعية بل حتى على كف الإنسان الذي يفكر هل حقيقة أن الذي يكون جسمه سليم بالظواهر المعروفة من بناء الجسم المتكامل فعلا يكون عقله هذا السليم بهذا المخرج الكامل المطلق نجد أن هذه اللفظة جاءتنا وردت إلينا نحن كأمة محمدية أو كأمة إسلامية من مجتمع لا يولي قضية القلب لا يعطي العاطفة مكان شرعي لا يعطي الحاسيس مكانتها التي يريدها الله بل ربما جعل هذه القضية مبنية على اختيارات العقل الإنساني ذاته فلهذا قال الإنسان أن العقل السليم في الجسم السليم نعيد هذا إلى الشرع نعيد هذا إلى الدين نعيد هذا إلى الإسلام الإسلام يرفض هذا ويأبى أن يكون العقل السليم في الجسم السليم ويقول أن العقل السليم الإسلام يقول العقل السليم في القلب السليم فرق كبير بين الرؤيتين بين جيل ينشأ أن سلامة عقله في سلامة جسمه وبين جيل ينشأ أن سلامة عقله في سلامة قلبه إذن هنا نعرف الفرق بين الإسلام وبين الكفر من هذا الشعار نعرف الفرق بين الإسلام وبين الكفر بين الإسلام بين النفاق بين الإسلام بين الأفكار الإنسانية التوليفية العامة إذن الإسلام له ضابط شرعي وهو يرى أن بناء العقل السليم في حياة الشعوب ينبني على بناء القلوب السليمة فالرياضة مثلا أو بناء الحركي في القسم أو بناء الأجسام هذا مطلب مطلب من المطالب الثانوية في الحياة لكن المطلب الأساسي ليس بناء الأجسام وإنما بناء الأرواح والقلوب وهذا الروح والقلب هو محل العاطفة محل الأمن محل الصدق محل الإخلاص محل العلاقة بالله تعالى لذلك ركز الإسلام على ذلك ويقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن يوم المصير يوم لا ينفع مال ولا بنون البنون والمال يأتي بقوة الجسد لكن هذا لا ينفع عندما يأتي يوم الحساب في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بكلب سليم ممكن يأتي إنسان بقوة جسم سليم لكن هذا الجسم السليم ليس له ميزان في عالم الحساب والعقاب وإن كان صاحبه كامل البنيان وقد حصل نقص أو حصل ضعف في علاقة القلب بالله علاقة القلب بالمسؤوليات على علاقة القلب بالواجبات بل علاقة القلب بالعاطفة إذن فعندما قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فسلامة القلب أن يحافظ المسلم تحافظ المسلمة على هذه الجوهرة التي هي القلب أن يرد إليها وارد سلبي أن تكون مخرجاتها مخرجات مخالفة للشرع لأن أهل العلم يقولوا أن القلب كالوعاء وله نوافذ فالعين نافذة والأذن نافذة وحركات الجوارح نوافذ كلها تريد إلى القلب فتؤثر عليه ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقثم على كلب أحدكم هذا صورة غير مرئية أن الشيطان يقثم على الكلب من داخل القسم فإذا ذكر الله العبد خنس يعني إذا قال العبد لا إله إلا الله معنا خنس أي هرب كالثعلب هرب خائف هرب ويلا الشيطان وهذه الصورة التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير إلى مفهوم سلامة القلب وأن للشيطان موقع على الكلب ذاته في بعض الشروح في صحيح مسلم وهو شرح الإمام الأبي يقول فيه أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي أن يريه موقع الشيطان من الكلب لأنه سمع النبي يشير إلى أن الشيطان له خرطوم يغريكه في الكلب ليوسوس وكلها صور غير مرئية لكن صور مجسدة من كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام فسأل النبي أن يريه ذلك ففي المساء لما نام رأى في المنام صورة إنسان وجسمه شفاف ورأى صورة الشيطان كأنه ضفدعه هكذا جاثم على القلب وله خرطوم ينزل في قلب الإنسان هذا ورد في شروح صحيح لمن مسلم فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فبين له النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن هذه الصورة التقريبية التي رأاها في المنام تفسر هذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليكثم على قلب ابن آدم فهذا القثم أو هذه السيطرة أو هذا الاستيلاء على قلب ابن آدم فيها شيء من الخطورة ما تذهب إلا بتيقيد القلب بذكر الله بالطبع ذكر الله المقصود به ما قد سبق الحياة في حالة من الإلكتبات وليقول الله سبحانه وتعالى في سورة المطفين يقول أكل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لو أتينا بأي طبيب في هذا العصر ليظهر لنا ماذا يوجد في قلب الإنسان من مفهوم الران لن يكتشفه لأن هذه العلوم التي يدرسها العلماء من الجانب النظري تختص بشؤون ظاهرة في معرفة أمراض القلب لكن دينا الإسلامي اعتنى اعتنى خاص بقضية العمليات في القلب الإنساني من حيث الأمراض الباطنة التي ينبني عليها سلامة الروح وسلامة العقل وسلامة الحاضر وسلامة المستقبل وسلامة المحياء وسلامة الممات ولهذا لما وصف أهل الكفر قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ماذا معنى يكسبون أي ما يعملون يوميا نتائج السلوك نتائج الكلام مع الآخرين نتائج الحركة نتائج العاطفة أشار القرآن أن الكلب يأتي عليه مثل الران أي مثل الضباب يحجبه عن مراد الله يحجبه عن الخير يحجبه عن حسن السلوك نتيجة العمل السيء وأن العبد إذا عمل السيء نكت الملك في قلبه نكتة سوداء من العمل السيء ثم يستمر لأنه لم يستغفر قال حتى يكون الران على قلبه كله وكما قلنا لا يرى أحد مثل هذا حتى لو شخص في عملية لن ترى الناس الران هذه مسائل خاصة بالعلم الشرعي عند الحق سبحانه وتعالى فيما علمه هذه الأمة لذلك أمرنا بتصفية القلب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنه القلوب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إذن القلب الذاكر الذي يذكر الله في كل وقت وحين القلب الذي يكون متصل بالله سبحانه وتعالى في صلاته تنجلي عنه هذه الظلمة تنجلي عنه هذه الضبابية ينجلي عنه هذا الران فيكون الإنسان على غاية الاستعداد لهذا المفهوم أن العقل السليم في القلب السليم نسأل الله أن يجعل عقولنا سليمة وقلوبنا سليمة يبصرنا بعيوبنا ويغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح حاضرنا ومستقبلنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك 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 اشتركوا في القناة